الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهراري الكافل بعلم الدين الضروري وهو بطريقة سؤال وجواب فنرجو منه الإفادة العميمة والله هو المستعان ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ ماذا يحرم من التكشف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يحرم كشف العورة عند من يحرم نظره إليه ككشف الرجل عورته أمام غير زوجته وكذا يحرم كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة ما حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط يحرم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط في الصحراء من غير حائل أو بحائل يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع أو كان ارتفاعه أقل من ثلثي ذراع أما في بيت الخلاء فيجوز استقبال القبلة واستدبارها بذلك بلا كراها ما حكم التغوط على قبر المسلم يحرم التغوط على قبر مسلم ما حكم البول في المسجد يحرم البول في المسجد ولو في إناء ما حكم البول على المعظم يحرم البول على المعظم أي ما يعظم شرعا ما حكم المشي في معصية يحرم المشي في المعصية كالمشي في سعاية بمسلم أو في قتله بغير حق أو فيما يضره بغير حق فضيلة الشيخ ما حكم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق يحرم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو بر والديه أو تربية الأطفال فضيلة الشيخ ما حكم التبختر في المشي التبختر في المشي حرام لقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا والتبختر في المشي هو أن يمشي مشية الكبر والخيلاء ما حكم تخطي الرقاب يحرم تخطي الرقاب وذلك لحديث عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت رواه أبو داود وابن حبان وأن التخطي للفرجة أي لسدها فيجوز مع توقي الأذى كلمنا عن المرور بين يدي المصلي يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السطرة بأن تكون هذه السطرة مرتفعة قدر ثلثي ذراع فأكثر قريبة منه ثلاثة أذرع يدوية فأقل ما حكم مد الرجل إلى المصحف يحرم مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء لأن في ذلك إهانة له ما حكم المشي إلى محرم والتخلف عن واجب يحرم المشي إلى ما حرم الله على اختلاف أنواعه وكذلك إضاعة واجب قال صلى الله عليه وسلم وزن الرجل المشي رواه البخاري فضيلة الشيخ كلمنا عن عقوق الوالدين عقوق الوالدين هو إذاؤهما أذى شديدا غير هي وهو من كبائر الذنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رواه ابن حبان أي لا يدخلونها مع الأولين كلمنا عن قطيعة الرحم قطيعة الرحم من الكبائر وهي تحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها إما بترك الزيارة أو الإحسان والرحم الأقارب كالخالات والعمات وأولادهن ما حكم إيذاء الجار فضيلة الشيخ يحرم إيذاء الجار ولو كان كافرا له أمان أذى ظاهرا ما حكم خضب الشعر بالسواد يحرم خضب الشعر بالسواد للنساء وكذا للرجال إلا للجهاد وقال بعض العلماء لا يحرم إلا إذا كان بقصد الغش ما حكم تشبه الرجال بالنساء يحرم تشبه الرجال بالنساء وعكسه لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود ما حكم استعمال الحناء للرجل؟ يحرم على الرجل استعمال الحناء في اليدين والرجلين لغير حاجة لأن فيه تشبه بالنساء شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد